السلام عليكم و أهلا بكم مشاهدين إلى برنامج نقاش على المباشر وعلى المباشر نتحول بكم مشاهدين إلى حفل توزيع جائزة الأمير عبدالقادر للعيش المشترك والتي أطلقتها مؤسسة البحر الأبيض المتوسط لتنمية المستدامات جامعة العارف ومنظمة مادة 21 حيث يتم الآن على المباشر كما تتابعون تكريم الدبلوماسي الجزائري لخدر الإبراهيمي نترككم تتابعون على جانب من هذا الحفل نترككم تتابعون على الجزائري لخدر الإبراهيمي مش من أخذر براهيمي شو براهيمي بسم الله والحمد لله والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته سيدي الفاضل الشيخ خالد بن تونس سيدي الفاضل الدكتور محمد عزيزة مؤسسي هذه الجائزة سيد السفير وأخي إدريس الجزائري حفيد الأمير سيدتي الوزيرة فضيلة عنها وأسمح قولي أنه ما نقولش القائمة كلها لأنه راح نأخركم أكثر من الجزء أولاً وقبل كل شيء رحمة واسعة من عند الله الجديد الأعلى على روح من أسس هذا المكان المبارك الذي نحن متوجهون فيه ورحمة واسعة على أرواح من تبعه في إدامة هذا المحل وجعله مكاناً محل عبادة وتأمل ومصدر علم وإشعاع ثقافي ودعوة إلى الخير والسلم والأخوة والمحبة بين الناس جميعاً ثم تهنئة صادقة وشكراً جزيلاً للمنظمات الثلاث التي بادرت إلى إنشاء هذه الجائزة جائزة الأمير عبدالقادر التي ترني كما ذكروا إلى الدعوة إلى العيش المشترك بين الناس أجمعين وإلى زرع ثقافة السلم في قلوبهم وتشجيع التحاور والتعاون والأخوة بين الأفراد وبين الجماعات عوضاً عن التجافي والتناحر والفتن وإنه لشرف عظيم حقاً لي أن أكون أحد الكائزين بهذه الجائزة التي تحمل اسم الرجل الذي أجمعت أجيال الجزائرين المتتالية على تقديس ذكره وتخليد رسالته كما لم يجمع على اسم أو رسالة أحد غيره فالأمير هو ذلك الرجل الذي نال احترام العالم وإعجابه تقديراً لجهاده من أجل وطنه ولاتساع رؤيته وإنسانيته وإنسانية مواقفه في السلم والحرب معاً في بلاده وخارجها وتقديراً أيضاً لما جادت قريحته به من الأدب والفكر والعطاء في شؤون الدين والدنيا وأود أن أتوجه بتهنئة صادقة للسيدين فيديريكو مايور وريمون كريتيا لنيلهما جائزة الأمير عبد القادر الأول عن الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط والثاني عن بقية العالم تقديراً لما قدمه كل منهما خدمة للأهداف التي أنشئت هذه الجائزة من أجلها ولا شك عندي أنهما سيواصلان جهودهما مستقبلاً من أجل التعاون والتآخي والسن في أنحاء العالم كلها وأعبر عن أسف الشديد لغياب السيد فيديريكو مايور عن هذا الحفل البهيج وأتمنى له شفاءاً كاملاً وعاجلاً وأشعر بسعادة خاصة أن يكون هذا الحفل بإشراف يشارك فيه الأخ الزمير السفير إدريس الجزائري الذي قدم خدمات جليلة لبلادنا وساهم بجدارة واستحقاق في إعادة بناء الدولة التي أنشأها جده الأميرة القدر وشكراً للأخ إدريس على مواصلته نشاطاته المتنوعة داخل الوطن وخارجه من أجل خدمة للأفكار والرسالة التي تركها له ولنا الأمير عبدالقادر أعجبه، أعجبها لجهبها للمتنظر ميزاريكو مايور على الأمير عدم وأعجبه هل الانضافيوん المتنظر وأتمنى للمتنظر أخذ المتنظر والمتنظر أخذ التنظر من أنتذر وعندما تخدمط وأعجبه أخذ هذا تبغير لنمتنا القدر يجب أنك على المساعدة في مقارب الموجودة في مجانب وعالما للغاية وإن درسانتهم تغيير من المساعدة جلاحية على شية وقال له من الاجتماعي يش посмотрVA قليلة للسجنة لكن اسمها مقابلة على المقالات وشكرا للمساعدة الكتبات المدهة الجديدة لهم تحجيس قضاءس الأخيرة بالكتبات الأفعى سيطة لرفقية في المصابقة المترجم للغرب لن أعلم أن يحـول للقناة لأولى لأعلى وللأ المترجم على المملكة ثانية للمشاهدة مدرجة مشاولة المترجم للقناة 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 للعيش المشتركة عودة إلى برنامج نقاش على المباشر والملف المترجم للقناة